الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض الدرس التالة والرابع والعدادة من كتاب المعاصر. واللي بيبدأ معي بي السؤال الاول بيقول لي هنا بيقول لك يوجد ايه? لذلك احنا محتاجين ناخد معنا شمسية. خلي بقى لك طالما هياخد شمسية يبقى اكيد فيه امطار غزيرة. يبقى هنا عايز يقول لك كلمة يبقى يوجد مطر غزير لذلك عايزين ناخد معنا الشمسية. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا ان الالام والكرسات والكتب كل دي اسمها اشياء مدرسية. اسمها سؤال اللي بعده بيقول لي بعض الاطفال في مصر طبعا عندنا قطع بتقول بنركب الدراجة. يركب الدراجة اسمها هنا بيروح مدرسة بالدراجة ايه. بعد كده بيقول لك ان هنا في عندنا قواعد مدرسية يجب اتباعها في المدارس المختلفة. قواعد او احكام او قوانين اسمها رولز اللي هي كلمة قواعد مدرسية سكول رولز. السؤال اللي بعده احيانا لما بيكون في ايه كتير المايا بتكون خطر. وما من قدرش نوصل في الوقت المحدد. لولك عايز يقول لما بيكون في امطار كثيرة المايا دي بتكون خطر وما بتخلناش نوصل المدرسة في الوقت المزبوط. يبقى هنا عايز كلمة امطار اللي هي رينز. بعد كده بيقول لي عندنا في القطع الاطفال في اوغندا كانوا بيروح مدرسة بيها شباب حاجة اسمها القارب اللي هو كانوا. بعد كده بيقول لي اشياء غير كويسة يعني احنا ما بنقولش حاجة مش كويسة للاصدقاء او للطلاب الاخرين. يبقى هنا عايز كلمة يقول اللي هي say unkind things. بعد كده بيقول لك ان زي المدرسة زي المدرسة الرسمي زي الرسمي هو امس ابيض وانطرون ازرق زي رسمي اسمه يونيفورم. بعد كده بيقول لي you can know a lot about different not of counters using the internet. بيقول انت تقدر تعرف ثقافات مختلفة للدول عن طريق الانترنت. باستخدام انه طبعا ثقافات اللي هي كلمة يبقى هنا اختار اختيار رقم اي اللي هو يبقى هنا اختار اختيار رقم اي اللي هو كالتشارس. سؤال اللي بعد بيقول لي a famous footballer لاعب كرة قدم مشهور gave me his football اي اعطاني اي لكرة القدم. اعرف الاختيارات هتلاعن ده كلمة بعد كده بيقول لي هنا. طيب بيقول لك ان الاتوبسات والعربيات والقطارات يكون لها اشكال من اشكال وسائل المواصلات اللي هي transport. السؤال اللي بعده. بيقول لي and what is a small narrowboat for one or two people. طيب بيقول لك صغير كده وضيق قارب صغير وضيق وبياخد شخصين. ده اسمه كانو اللي هو قارب صغير. الصفحة اللي بعد كده هنكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا a not is a vehicle that you can drive on snow. يعني وسيلة المواصلات اللي انت ممكن او تقدر تركبها في الجليد. طالما جليد يبقى سنو موبيل. السؤال اللي بعده بيقول لي in some cities في بعض المدن children الاطفال live along not from their school. طيب طبعا الاطفال بيعيشوا. ايزوا لك على مسافة بعيدة من مدرسهم. عندي كلمة way from. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا by cycling to school students can always arrive not a time. بواسطة ركوب العجل او الدراجات الطلبة يقدروا ان هما يوصلوا في الوقت المحدد. اسمها on time. سؤال اللي بعده كده بيقول لي how long does it not to finish you work? طيب هنا برضو بيقول لك ان كم المدة الزمنية اللي استغرقها اللي هي كم التيك يستغرق. اللي بعد كده نكمل مع بعض جزء السئلة الخاصة بالقواعد. السؤال الاول بيقول لي هنا. وبعد كده بيقول لي. طيب ركز معي بقى في الس الملكية بيقول لك الجواكد دي بتاعت مين? هما بيذهبوا الى مدرسة واحدة. تخلي بقى لك بقى هنا زي دي جمع. معنى كده انهم اخوات كتير. فهنا اقول له يا شباب عايز الس ملكية. دي ما فيهاش ابو سر في اس. ودي برضو ما فيهاش. هنيجي بقى بالتنين دون يا شباب. هما جمع على مفرد. هما جمع. جمع يبقى اختار اللي اخرها كما. يبقى اقول له دي كده الابو سر في الفقها دي هي اس الملكية للجمع. بعد كده. زي نقط نهاء. طيب برضو هنا عايز يقول ان هذا الفستان يخص نهاء. طبعا دي ما تنفعش. دي يا شباب ناسها كانت تبقى صح. طبعا دي برضو ما تنفعش يبقى له ينفع عندي اللي هي ينتمي الى نهاء. السؤال اللي بعد كده. زي نقط نود بوكس. طيب خلي بالك هنا عايز يقول للاطفال. الاطفال اصلا جمع شاز يعني مش اخره اس. يعني ما اجي احط له اس الملكية بحط له ابو سر في اس. فقول هنا كرسات الاطفال. بعد كده بيقول لي نقط بوك اس ات. قال له اتس عاليس. طيب احنا عندنا بنسأل عن الملكية بهوز. عايز يقول ملك من قال له ملكة عالي. يبقى له هوز بوك اس ات. الكتاب ده بتعميين. بعد كده بقول لي ده نقط ار جو دي اند علا. جو دي اسم علا اسم. يبقى دي يبقى دي ما تنفعشي. انا عايز ابو سر في اس للجامعة. طبعا هي تبقى اس وفي الاخر ابو سر في. اللي هي نومبر بي. اقول له جيرلز. نيم. اعجزوا الاسماء البنات. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها هنا بيقول لي. زاس ازا نقط. وبعدين بيقول لي they are talking about انجلش. خلي بالك الجملة التانية دي فيها كلمة زي. دي جامعة. يبقى هنا عايز اتكلم عن غرفة المدرسين. يبقى هنا روم. طيب الاسم الملكية احطها ازاي يا شباب? طبعا المدرسين دي جامعة. فحط الاس وبعدها الابصر في فوق كده. لكن دي ما تنفعشي. انا عايز اقول له غرفة المدرسين اقول له اللي هي اسم الملكية للجامعة. بعد كده بقول لي نقط. طيب عايز اقول لك هو اشترى شاشة كمبيوتر. خلي بالك الجماد الجمادات كلها ما بتاخدش اسم ملكية. يعني هدور عليك كلمة كمبيوتر وكلمة سكرين وحطها من غير اي اسم الكية. بعد كده قال له ايه. طيب هنا بيسأل لمن هزي الشنطة? عايز اقول له طبعا. اتفقنا كل اسماء العالم بتاخد ابصر في اسلم حتى لها اسم الكية. اقول له بنفس المنظر كده. طيب هنا برضو بيقول لك انا ذهبت الى طبعا عايز اقول لك المخبز عشان اشتري عايش اسمها بعد كده بقول لي احنا قلنا الجمادات ما بتاخدش اسم الكية. يبقى هنا اختار لبوابة المنزل. دي ما تنفعشي. والاس دي ما تنفعشي. اسم الكية الاخيرة دي ما تنفعش. طبعا هنا برضو جمادات ما بتاخدش اسم الكية. عايز هنا يتكلم على حاجة جماد. الجماد ده شباب ما بينفعش ياخد اسم الكية. فقول له هنا من غير اسم الكية. بعد كده عايز يقول لك هذا التلفون يعني يخص مين? طبعا عايز يقول لك ينتمي الى او يخص ادم اللي هو الاسم عادي جدا لان عندي هي بتدي له الملكية بتاعته. يبقى الموبايل ده بتاع ادم. بعد كده طيب الحيوانات بتاخد اسم ملكية. طيب هما عايزوا لهزي زي القطة يبقى له اللي هي اخيرها ابوصر في اس. الابوصر في اس دي هي الملكية. يبقى بعد كده عندي سؤال نبدأ عبعد السؤال الاول بيقولي. طيب خلي بالك بقى هنا لما يكون عندي اسمين بالشكل ده وعايز احط لهم اس ملكية ما بحطش على اسم الاول بحط في الاسم الاخير. يبقى هشيل الابوصر في اس اللي مع داليا دي. واخليها في آآ عزة في الاخر. يبقى اقول له داليا عادي جدا. عزة وبعد كده هحط لها الابوصر في اس. دي بقى هتعود على اتنين. عايز اقول للمسطرة دي بتاعت عزة وداليا. يبقى اقول له هنا داليا وحط ابوصر في اس دي اس الملكية للشخصين. ده لما طيب دي بنت واحدة بقول لك اسم البنت لما يبقى هنا عايز عمليه ابوصر في اس. دي اسمه اس الملكية. لما بيكون مفرد يا شباب بحط ابوصر في اس. لو الاسم ده بينتهي باس او جامع بحط له طبعا الاس وعطين الابوصر في. بعد كده زي سيز عاليز فون. انت فعلنا اسماء لاشخاص دي بحط ابوصر في اس على طول. عايز اقول تلي فون عليه. فقول لك علي. بعد ان ابوصر في اس. بعد كده عايز اقول مدرسة البنات. خلي بالك يا اسم مدرسة البنات. يبقى البنات هنا جامعة. يبقى هكتب كلمة جامعة كده خالص. وبعدين احط الابوصر في في الاخر دي اسمها اسم ملكية للجامعة. يبقى هنا اقول له بالشكل ده. بعد كده قال له بيسأل عن ملكية. ملك من? ما اسمهاش طبعا. ملك من اسمها يا رجالة اسمها هوز. يبقى هنا اقول له هوز شوز ار زيس. لمن هزي الاحزيه قال له انها تبع عليه يعني. طيب هنا نفس الكلام. اسم شخص على طول احط الابوصر فيه بعدها الاس. ده اسم ملكية. عايز اقول الموقع ده بتاع هالة. بعد كده طبعا الصيدة ليه. عايز اقول يبقى هنا اقول احنا بنشتري الدواء من احط له في الاخر ابوصر في اس. يبقى الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا في على الدرس التالت والرابع بيبدأ معي بسؤال سؤال نص الاستماع. زي ما تعودنا السؤال ده عبارة عن قطعة صغيرة بتسمحها في الامتحان. ومن خلال اللي انت سمعت وبتبدأ تختار الاجابات اللي قدما دي. اهم حاجة تطرى الاسئلة كويس وتطرى الاجابات علشان لما تسمع القطعة تعرف تختار. السؤال ده محلول في اخر الكتاب علشان كده هبدأ احلول لك على طول وادخل اشرح لك في السؤال التاني. طبعا فار فروم. بنجيب الاجابة دي من هنا يا رجالة من القطعة اللي بتسمحها. برضو من القطعة تسمع اللي هما كانوا بيركبوا العجل. يبقى كلمة اللي بعده بقولي برضو شباب من خلال القطعة انت بتحلش من دماغك تقوله السؤال اللي بعد كده من خلال القطعة ده كان شيء صحي اللي هو هلسي. بنحل بسرعة عليه لان القطعة دي موجودة عندك في اخر الكتاب هدها وقراها براحتك وراجع الاجابات. نبدأ نحل السؤال الاختياري بقى بيقول لي هنا في السؤال الاول. طيب هنا بيقول لك لا يجب ان احنا نقول ان احنا نقول يعني شيء غير كويس للطلبة. طيب نقول حاجة غير كويسة اسمها سؤالة لبعده زا كانوا نوعات زا تشيلدرن تو سكول ان هوم اجين افريدي. هذا يقول لك ان القارب ده بيأخذ الاطفال الى المدرسة ورجحهم مرة اخرى. اسمها يعني. بعد كده بيقول لي يعني هي استخدمت ايه عشان تنظف الترابيزة المبتلة. طبعا الفوطة اللي هي طال. بعد كده بيقول لي طيب ده شكل من اشكال طبعا وسائل المواصلات اسمها اللي هي بتستخدم على الجريد يعني. بعد كده بيقول لي طيب اس الملكية احنا نقول لنا ما يكون فيش اسم شخص ممكن نحط له ابو صرفي اس وبرضو ممكن نحط اس وبعدها ابو صرفي. يبقى الاختيارة عندها يا شباب هيبقى بي و سي اتنين هينفعوا. اقول له هنا بي و سي. بعد كده يعني عكس او مضاد كلمة سيف. سيف يعني امن عكسها اللي هي معناها خطير. بعد كده بقول لي يعني الرجل عايز قول له غسل. عايز قول له هنا سيارة الطبيب. يبقى الطبيب هتاخد ابو صرفي اس بتاعت الملكية وحط العربية وراها. يبقى بعد كده بقول لي يعني انا اأمل ان انا اقضي رحلة امنة اسمها طبعا ايه? سيف جورني. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول بيقول لي هنا طيب عندنا حاجة اسمها يستمع الى. نحن دائما نستمع الى المدرس. اسمها السؤال اللي بعده بيقول لي هنا ميس مونا از نقط. طيب عايز يقول ان ميس مونا دي تكون والدة سارة. يبقى عايز اسم الكية تتحطي لسارة. يبقى ابو صرفي اس. يبقى سارة الهادي. بعد كده عندي سؤال السؤال الاول بيقول لي this is علي بقى اتفقنا لما عندي اسم شخص بحط له ابو صرفي اس في الاخر. يبقى هنا اس الملكية اقول عالز بقى يعني شنطة علي. بعد كده بقول لي that is the school's بال. طيب اتفقنا بقى الجمادات ما ينفعش معها اس ملكية. دي جماد اشيل ابو صرفي اس واكتب سكول عادي. جرس المدرسة من غير اس ملكية. يبقى هنا اقول له school. بعد كده بقول لي this are rukia socks. طيب رقية دي بحط لها ابو صرفي اس في الاخر. اسمها الاشخاص بحط ابو صرفي اس. يبقى هنا اقول له رقية. وحط لها ابو صرفي اس. يبقى هنا رقية اس. بعد كده. this bike belongs عليه. طبعا هي اسمها belong to. ما ينفعش استخدم off. هي كده. تتمي الى او تخص عاليا. belongs to. بعد كده بيبقى عندي سؤال السؤال ده مجاب عنه في اخر الكتاب ولكن زي ما قلت لك هينزل لك اهم في الوحدة وازاي تعرف تكتب السؤال ده بكل سهولة.